اهلا وسهلا بحضرتكم بمجرد ان اعلنت اسرائيل انها سترتال قيادات الفصائل الفلسطينية في الخارج بيعتبر ذلك انتقال من مرحلة الحرب البرية في قطاع غزة الى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية بمثابة صب الزيت على النار في الشرق الاوسط وكشفت تقارير عبرية عن ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنامين يتنياهو اصدر اوامره لهذه الاجهزة من اجل وضع خطط الاغتيال قادة حماس والجهاد الاسلامي الذين يعيشون في الخارج وتعيد هذه الخطط الى الاذهان مجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذتها المقابرات الاسرائيلية لسيما المساد ضد قادة فلسطينيين في بيروت خلال السبعينيات من القرن الماضي بعد مرور ايام على ذلك الاعلان الاسرائيلي قتلت المسايرات الاسرائيلية القيادي في حركة حماس صالح العروري بغارة استهدفت سيارة في الضحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت عملية الاغتيال دفعت رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ان يصدر بيان ندد فيه بعملية الاغتيال واختراق سماء بلاده قائلا ان هذا الاستهداف جريمة اسرائيلية جديدة تهدف الى ادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات والحروب من المتوقع ان تؤدي هذه الجريمة الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية الى عدة تطورات مختلفة من بينها على سبيل المثال ان فصائل المقاومة في العراق واليمن وسوريا ستزيد من استهداف القوات الامريكية والدولية وقواعدها ردا على اكتيال العروري ايضا الفصال الفلسطينية في قطاع غزة وهي وثيقة الصلة بما يحدث او بما حدث على الاراضي اللبنانية ستزيد من اطلاق الصواريخ على تل ابيب والمناطق الحساسة في العمق الاسرائيلي وبالفعل استهدفت عدد من المناطق داخل اسرائيل فور الاعلان عن اكتيال العروري ايضا حزب الله سيزيد من عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية في المناطق الحدودية ومن الممكن ايضا ان تدخل ايران على خط الحرب بشكل رسمي في اول رد فعل على الجريمة وذلك بعدما ادانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة اغتيال العروري القيادي في حماس وقالت ان الكيان الصهيوني يتحمل مسئولية تداعيات مغامراته الجديدة اذا الى اين تتجه الامور بعد اغتيال صالح العروري ودخول في مرحلة جديدة من الحرب على قطاع غزة الى الحرب على قدرة حماس والاغتيال مرة اخرى عودة الى الخلف في ما تقوم به اسرائيل من عمليات ارهاب وقتل ممنهج خارج الحدود طبعا هذا الامر ربما يقود الى تداعيات اكبر لن تتحملها منطقة الشرق الاوسط اذا صوت العقل هو الذي يدعونا الان الى ان نستمع اليه ونغلب المصلحة العليا على ما يحدث وان يوقف اطلاق النار في القريب العاجل حتى لا تتحول منطقة الشرق الاوسط الى منطقة صراع مفتوح ومشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء